دولة الإمارات تخطو بخطا ثابتة نحو التنمية الشاملة وما جاء قانون الضريبة المضافة والانتقائية إلا ليسهم في تنويع مصادر إرادات الدولة بما يمكنها من تقديم خدماتها بجودة عالية في الحاضر والمستقبل وها هو موعد تطبيق قانون ضريبة الشركات قد اقترب وعليه بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب فعليا فتح باب التسجيل في النظام الضريبي المقرر على الشركات العامة والخاصة فإلى قسم التسجيل الضريبي كانت الوجهة للتعرف إلى تفاصيل النظام الذي أطلعتنا عليه سارة الحبشي مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبية أول نوع من الضرائب المباشرة التي تطبق على المستوى الاتحادي والتي اسمها ضريبة الشركات ضريبة الشركات حددت التولة أنها تكون مطبقة بنسبة 9% هذه النسبة جدا تنافسية بالمقارنة مع دول العالم طاقة تطبيق في ضريبة الشركات هو الدخل الخاضع للضريبة اللي وضحها المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 اللي صدر في نهاية العام الماضي الدخل الخاضع إذا تجاوز 375 ألف يتم تطبيق نسبة 9% عليه أما فما دون ذلك فيتم تطبيق نسبة الصفر عليه الخاضعون للضريبة يتعين عليهم التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات وذلك خلال الأيام القادمة الشركات اللي بتدخل في المرحلة الأولى من تطبيق ضريبة الشركات هي الشركات اللي سلتها المالية تبدأ بتاريخ أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023 وندعي الخاضعين للضريبة أنهم يسرعون في التسجيل في نظام ضريبة الشركات هذه الشركات ستعطى الأولوية في التسجيل ومنحها رقم تسجيل ضريبي وطبعاً بناء عليه تدخل في قاعدة البيانات لدى الهيئة وتوصلها المعلومات أول بول عن مستجدات ضريبة الشركات من مصدر موثوق ورئيسي وحكومي لأغراض ضريبة الشركات بالإضافة للمنصات الخاصة بوزارة المالية وضماناً للحصول على رقم تسجيل ضريبي يمكن للمستهدفين إتمام عملية التسجيل عبر منصة إمارات تاكس الخاصة بالهيئة ضريبة الشركات بتطلبات التسجيل تعتبر بسيطة وسهلة توفير الرخصة التجارية اختيار الشكل القانوني ووضع بيانات التواصل بيانات المدير المخول بالتوقيع على الملف الضريبي لكن من الضروري نوه أن البيانات هذه والمسندات يجب أن تكون محدثة ولرفع مستوى الواعي وفرت الهيئة وبالتعاون مع وزارة المالية الدليل التوضيحي عبر المواقع الإلكترونية لضمان معرفة الخاضعين للقانون قانون ضريبة الشركات يأتي من أجل دعم قطاعات الأعمال من جهة وإسهاماتها في ترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي من جهة أخرى لأخبار الدار ريم عيسى